بينما يحط عبد المهدي في الصين حاملاً معه طاقماً كبيراً من الوزراء والمحافظين يترك خلفه ساحة محتدمة بالصراعات قد يضي أحدها إلى إقصاء الرجل من رئاسة الحكومة حالة صحية في الدول المستقرة أما في العراق فالإقالة والتنصيب لا يتبعان للكفاءة أو المهنية بل للتحالفات السياسية والدعم الخارجي نحو عام وحكومة عبد المهدي لم تقدم شيئاً من برنامجها الحكومي المعود وذلك خطأ فادح وفشل ذريع ينادي الواقفون على الضفة الأخرى أما ساندون لعبد المهدي فيؤكدون أن إسقاط الحكومة أمر غير وارد وقد يكون وارداً في خضم وضع سياسي مرتبك وإعادة تموضع تقوم بها الأحزاب والتحالفات تحالف سائرون الذي شكل الحكومة مع تحالف الفتح هو الناقم الأكبر على الحكومة فبعد سلسلة من الانتقادات والمواقف التي صدرت عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الأسابيع الأخيرة تتسرب معلومات عن أن الصدر قد يطلق تظاهرات جديدة ضد الحكومة قريباً ليس من أجل إسقاطها بل لدفعها إلى اتخاذ قرارات جريئة أو مساعدتها على إيجاد ذريعة أمام الكتل السياسية لاتخاذ القرارات من جملة هذه القرارات تفكيك جزء من دولة نور المالك العميقة ومعالجة تغلغ لحزب الدعوة في مؤسسات الدولة لا سيما الأمنية والقضاء ومفوضية الانتخابات فيما تتحدث مصادر عن تحرك رئيس الحكومة للحصول على مهلة عام آخر قبل الحديث عن نجاح حكومته أو فشلها مراقبون ربطوا بين مواقف الصدر وزيارته لإيران التي لن تقبل بالتخلي عن عبد المهدي وبسحب الثقة منه أو إسقاط حكومته في هذا الوقت تحديداً ولعل ذلك ترجمه موقف تحالف الفتح إذ أكد النائب عنه في البرلمان حسين اليساري أن التهديدات تحالف سائرون بسحب الثقة من الحكومة أو إسقاطها تؤزم الوضع واصفاً تلك المواقف بأنها محاولة لنيل مناصب أخرى عام من عمور الحكومة هو الأول ولعله الأخير طالما ارتهنت بالصراعات السياسية داخلياً واعتمدت على دعم طهران من الخارج أما العراق فكله ناقم وفي أوج الغضب